موسيقى صدر عن الفنان السوري جورج رصوف بيان عن موعد عودته لالتزاماته الفنية بعد رحيل ابن وديع وقال بالبيان بيشكر الفنان جورج رصوف كل حدا وساوي في حده بهيد المرحلة الأليمة واعتذر عن إلغاء مشاركته بالمناسبات والمهرجانات والحفلات تبقى الغنية عند ابو وديع أصدق تعبير عن وجعه وقبل كل شي بينتظر موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع والصوف عم يستمر الفنان المصري بحمد رمضان بتشويق الجمهور لأغنيته يلي بتحمل عنوان نصابة ويلي مقرر تنترح قريبا وشارك رمضان الجمهور صورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب بيان فيها هو حامل مسدسان باللون الدهبة تعرضت الفنان المصري أنغام لهجوم بعد معبرت عن حزنة لعدم استلامة جائزة الفنان المفضلة عن فئة الموسيقى من قبل رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي أهل الشيخ ويلي تسلمتها من المسلين سامر المصري وديما أندلفت وقالت على المسرح كانت منتظرة أبو ناصري سلمها لي ديما بررت موقف أنغام وقالت تعلمنا احترام المسرح خشبة وجمهور وشركاء بس البعض بسبب الارتباك بتخونوا نلكلمة بالتعبير عن الذات أنغام كل التوفيق ولكن كأنه أنغام ما عجبه هيدا الرد من ديما ونشرت صور من الحفل مع سامر المصري وتجاهل الديما أندلفت عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن استياءه من الوضع الاقتصادي الصعب بلبنان وكتب عبر حسابه الخاص وقال الأحداث يلي عم تصير بلبنان هيدا الايام ما بتبشر بخير أبدا يارب نحنا منستودعك لبنان بلدنا الغالي وشعبه الطيب المغدور والمسلوب حقوقه يارب ترفع عنا وعن لبنان الأزى والمؤامرات السوداء وتنتقم من كل حدا تقامر عليه وعا الشعب وشوه شكله وتاريخه الحلو هجمة الإعلامية الكويتية ميل عيدان الفناني روان بن حسان بعد رفض محكمة التمييز طلب روان انه تنضم لجمعية المحامين الكويتيين وعبرت العيدان عن تقييدها للقرار واشارت الى انه مهنة المحامات تحتاج لشخص راسين بهدف ممارسته وتابعت العيدان وقالت طبعا بكل العالم ما بيصير محامية وتغني بالكربات وبترقص وبتمثل وان هيبت المحامات محمود ياسين الله يرحمه داريس عنون وما قدر يكون محامة وخيره يأمل محامات او التمثيل وهو اختار التمثيل داولة بعض الصحف الاجنبية اخبار بتفيد بامكانية توقيف نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو ومن الممكن انه توصل مدة السجن لثلاثين يوم بسبب تهمة التهرب الضريبة لما كان بعده عم يلعب مع نادي اليوفنتس كان معكم بموجز الفن احسان صبرة لما عرفت كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد